وعايز أقول لكم بقى على المفاجأة الكبيرة تخيلوا لما يبقى حد والده موسيقار كبير زي محمد الموجي لكن ما بيقولش أبداً يعني مع كل ما هو جيل جديد أو لما يروح يسجل أغنية أو يلتقي في فنان ما يقولش أبداً أنه هو ابن الموسيقار الكبير محمد الموجي صح؟ مظبوط كنت بتعمل كيف؟ مظبوط لدرجة أنه هو في مرة من المرات كان بيتعاون مع الفنان قازم السهر وبعد ما عمله أغنيتين بالضبط قازم السهر عارف بالصدفة أنه هو ابن محمد الموجي في قلبه طب مش تقول؟ بالضبط ما بقولش يعني بفضل أنه يعني أقول أنا موجود أهو أنا باسمي يحيى الموجي أنا موجود أهو فما حبش أن حد يقوله عشان ابن محمد الموجي بقى شاطر أو بقى يعني أو ما يهتم بي زيادة حب شغلك يتكلم عنه أكتر حصلت مع مين تاني غير مع قازم السهر؟ حصلت في بداية دخولي المعهد لما دخلت المعهد وحضرت البروغرام كامانجا وروحت المعهد قابلت الدكتور حسن شرارة أستاذ المعهد أستاذ الكمانجا في المعهد وبعد ما قعد معي كذا حسها وقعدنا شهرين ثلاثة مع بعض ففي يوم بقوله بابا بيسلم عليك وعزمك على عيد ميلاده بعد شهرين لأنه بابا قال لي طب عزمه على عيد ميلادي علشان برضه أشكره على اهتمامه بيك وكده فقلت له بابا بيسلم عليك وقال لي بابا مين بابا مين قلت له بابا محمد الموجي انا ابن محمد الموجي قال لي انا ربي معقولة والله والله بجد انت ابنه ما كنتش دايب انا احب اقوله ان انا ابن محمد الموجي ما احبش الحكاية احب شغلك يتكلم عنك والحقيقة شغلك بيتكلم عنك او ممكن فعلا من بدايتك ده حصل